اشتركوا في القناة زعيم التيار الصدري سحب نوابة من البرلمان الحالي وقال انه انسحبت من العملية السياسية وانوضع يدي في يد الفاسدين هكذا الحديث عموما واذا بالمقابل ما يسمونه المعبر عن البيت الشيعي كما يقولون اللي هو الإطار التنسيقي ليجمع هذه الميليشيات الولائية وغيرها والشخصيات كلها عموما هؤلاء الذين كانوا في صراع وفي مشاكسات مع مقتدى الصدر حول المناصب ومن يحكم هكذا كان الصراع بينهم في داخل العملية السياسية هذا الإطار ظهر ليقول انه سيؤسس الحكومة وظهر قبل أيام قبل يومين أو ثلاثة أو أكثر واحد عضو المكتب السياسي تيار الحكمة جماعة عمار الحكيم أحد النواه هو فتحدث عن الإطار التنسيقي وقال كلام سأريده بالنص ونتحدث عنه لأنه مهم في يعني ما قاله هذا الرجل قال الإطار التنسيقي هو الكيان المعبر عن استحقاقات المكون الأكبر ومصالح العراق وشعبه طبعا هما في كل شيء يزجون كلمة مصالح الشعب مصالح العراق وشعبه ومصالح العراق وشعب العراق براء منهم عشرين سنة يعني هضموا حقوق العراقيين وهضموا حقوق العراق في كل شيء بفسادهم بخرابهم بعمالتهم بكل ما فعلوه من موقات طبعا العشرين سنة دمروا العراق ودمروا العراقيين لكن هم يزجون هذه العبارات ويزجون عبارة الوطنية وتحرر والازدهار والنمو هذه لازم يزجون هذه الكلمات وقال أيضا قوى الإطار مدركة لتحديات المرحلة القادمة الله أكبر وهي عازمة على التفاهم المنتج مع كل المكونات السياسية الوطنية لإنتاج معادلة سياسية وحكومة وطنية مثل ما قلت لكم لازم يزجون شيء اسمه الوطنية وحكومة وطنية منسجمة وفق برنامج عملي قابل للتطبيق يتلمس فيه الناس التغيير المنشود أولا فيما يخص أنه الإطار عازم على التفاهم المنتج مع كل المكونات السياسية الوطنية لإنتاج معادلة سياسية وحكومة وطنية هذا الكلام ما عاد يقنع العراقين هذا الكلام الخارج من أفواه وعقول طائفية وفكر طائفي وفكر اشتثاثي لا يمكن القبول به طبعا كل مكونات العملية السياسية هي نفس الفكر نفس التوجهات وكلهم يبحثون عن مصالحهم ولا علاقة لهم بمصالح العراق ولا العراقين هذه يعني خبرها أهل العراق وعرفوه حتى طويل عشرين سنة لكن على الأقل هم قالوا وطلع منهم ناس ونواب وشخصيات وقيادات قالوا عن من يقول أنه سنتفاهم معهم مع كل المكونات السياسية لإنتاج معادلة سياسية وحكومة وطنية فذولا اللي يقول أنه رح نتفاهم وياهم ومكونات وذولا انتاج وكومة وطنية كثير من القيادات القيادات هذا الإطار ظهروا على الشاشات واحد منهم قال نسوكهم سوق والآخر قال من قلة الخيل شدوا عن كلاب سروج هذا المثل السيء هكذا يرونهم يسوقونهم يسوقونهم سوق بالعصة وهم يرونهم غير أكفاء لهم ليسوا إلا مكمل لهذا الديكور طيب كيف ستنتجون يعني كيف تتفاهمون مع المكونات وتحترمون هذه المكونات وتنتجون معادلة سياسية وحكومة وطنية ويتلمس فيها المواطن التغيير المشهود مدتوا عشرين سنة لأحكمته لم يرى المواطن إلا تغيير النحو الأسوأ إلا سرقة وفساد وخراب وفوضى وتغييب واشتثاث وقتل وتنكيل هذا الذي يشاهده المواطن والاتكاء على الطائفية وكل المكون الذي تدعون أنتم الآن يقول الإطار التنسيقي هو الكيان المعبر عن استحقاقات المكون الأكبر أي مكون تتحدثون عنه هذا المكون الذي يخرج عليكم بالتظاهرات والذي يخرج عليكم يوميا بالتظاهرات والذي الآن بعد يعني وزنكم لديه لا وزن لكم عنده يعني لا لا يحترمكم ولا يريدكم وخرج بالساحات يريد يسقطكم لا حرق مقراتكم حرق حسابكم في كل الجنوب لا يريدكم فإذن من كنتم تدعون أنهم الحاضين لكم لا يريدونكم الآن عرفوا من أنتم عرفوا معدنكم عرفوا وين وصلتهم وهذا الاتكاعة للطائفية واتكاعة لهذا الكلام غير مجد نهائيا وفي نفس الوقت مع هذا كلامهم السيء الآن بدوا يرشحون شخصيات رشح يعني يرمون هكذا شخصيات هذه العامر لرأسة الوزراء هذه العامر رجل قاتل العراقي في حرب ثمان سنوات قاتلهم من العراقيين وقتل من العراقيين وقتل من الجيش العراقي الجيش العراقي كان بغض النظر عن شكل النظام لكن الجيش العراقي كان بشيعة وسنة وكراد وعرب ومسيحيين إسلام وصبة وصابئة ويزيدية وأزيدية وتركمان وكل المكونات التي تتحدثون عنهم قتل منهم وهو يقول ولائي إلى الخامنئ ولائي إلى إيران فكلف يحكم العراق شخص ولائه معلن لإيران وعمالته كانت وفي غير أنظمة يحاكمونه ويعدمونه لأنه عميل نور المالكي يقولون نرشح نور المالكي هذا اللي عمم الفساد الطائفية والخراب والدمار يقولون نرشح حيدر العبادي لاحظة الشخصيات حيدر العبادي الدولة الضائعة اللي لا تعرف لا شكل ولا طعم ولا كذب والدعاءات أسعد العيداني اللي هو رجل من رجالات إيران رجالات الحرس الثوري الإيراني يحكم البصرة وهكذا هذه الأسماء اللي رشحوها هل هذه ومعرف منهم موسوي وغيره موسوي وبالتالي هذه الشخصيات التي بعد عشرين سنة لم تستطيعوا أن تقدموا شخصية واحدة يقبل بها الشعب العراقي يحترمها الشعب العراقي ويقولون أنه جئنا للتغيير وجئنا من أجل العراقيين وجئنا من أجل مظلوميتهم هذه المظلومية وهذا الدمار فالعراق الحقيقة يعني لا يحكمه إلا مجموعة من الفاشلين وهؤلاء لا يصنعون إلا الفشل لا يصنعون إلا الخراب والدمار هؤلاء أدوات للتدمير لا يمكن أن تكون أدوات للبناء وهذا هو حال العراق وهذه الحكومات وهذه العملية السياسية هي المراد أن تبقى وأن يحافظوا عليها لذلك يستقتلون عليها لأجل أن تبقى لأنه فيها مصالحهم وفيها مصالح الدول الأخرى وأولها إيران لكي يبقى العراق ضعيفا هذا كل معنى ما يجري من صراعات وما يجري من حوارات سياسية للمواطن العراقي ولا العراق كبلد له حصة فيها أترككم بخير أعزائي المشاهدين وقت هذه الحلقة قد انتهى بتقلقكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستولعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة